على بعد أيام قليلة من استئناف الرحلات من وإلى المغرب بتصارح استثنائية تمر الاستعدادات في مطارات المملكة بشكل جيد لاستقبال المسافرين في ظل التزام صارم بالتدابير الصحية وعلى الجانب الاحترازي في مطار محمدين الخامس بالدار البيضاء لا تزال مختلف الإجراءات المنصوص عليها من طرف المكتب الوطني للمطارات سارية المفعول في إطار الاستعدادات للاستئناف عقدت عدة اجتماعات مع مختلف المتدخلين بما في ذلك مصالح الهجرة والجمارك والمراقبة الصحية بالحدود وشركات الطيران وأيضا عمال المناولة الذين يتولون مهمة الشحن والتفريغ ويأتي هذا القرار الذي تم اتخاذه عقب تحصن الوضع الوبائي في المغرب والتنفيذ السالس لحملة التلقيح في الوقت المناسب مع بداية موسم الصيف الذي يراهن عليه جميع الفاعلين في قطاع السياحة لاستئناف حقيقي لأنشطتهم